رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الخلق والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه أجمعين استكمالا لموضوع أمراض الفم في هذا الشهر الفضيل في شهر رمضان وضمن برنامجكم صحف تورك الحقيقة نتحدث اليوم عن صحة الفم وخصوصا أمراض اللثة في هذا الشهر الفضيل أمراض اللثة ومع الأسف تنتشر بشكل مخيف في العالم العربي آخر دراسة 90% من العرب يعانون من التهاب اللثة وأمراض اللثة يبدأ هذا المرض الحقيقة بنزيف اللثة ورائحة فم كريهة ونجد أن 90% يعني تقريبا أغلب العرب يعانون من هذا المرض و85% من هؤلاء المصابين بالنزيف اللثة وأمراض اللثة علاجه فقط كيف نغير من طريقة تنظيف الفم باستعمال الفرشات مع الأسف نجد أن هناك نوع من الابتعاد عن الطريقة الصحيحة في تنظيف الفم فنجد الجراثيم تتجمع حول عنق الأسنان هذه الجراثيم تهاجم اللثة لتصيبها بما نسميه بالالتهاب السطحي وهذا الالتهاب السطحي يؤدي إلى النزيف اللثة شوف بعض الناس يصحون ويجون على المخدة دم وبعضهم لما ينظف فمه بالفرشات يجد أن هناك نزيف كمان الدم هذا الدم طبعا عبارة عن دم فيه مئات الملايين من المستعمرات الجرثومية هذه المستعمرات الجرثومية تستمر في مهاجمة اللثة وأنسجة اللثة وإذا ما تمكنت تبدأ بإصابة ما نسميها بالأنسجة الرابطة ما بين الجذر وما بين عظم الفك ولذلك نجد أن بعض الأطباء يقال مرضاهم أنه لديك جيوب في اللثة ما هي الجيوب؟ جيوب عبارة عن ذوبان في هذه الأربطة وفي بعض الحالات ذوبان في عظم الفك فيصير هذا الجيوب مرتع لملايين وبعض الحالات بلايين المستعمرات الجرثومية لجراثيم حقيقة خطرة ومرض اللثة مع الأسف يزداد أيضا خلال هذا الشهر الفضيل بسبب الابتعاد عن العادات الصحية الصحيحة التي سنتحدث عنها لاحقا مرض اللثة عندما يكون منتشر بهذه النسبة المخيفة مع الأسف حقيقة طبية مثبتة أنه مرض اللثة يقتل مرض اللثة يقتل لا أقصد أنه فقط النزيف ورايحة الفم وتبدأ الأسنان بالاهتزاز وتفقد وبعض الناس اللي ما عندهم فراغات يشوف بعد فترة يصعدهم فراغات ما بين الأسنان بسبب فقدانهم للأنسجة الرابطة لماذا ذكرت حقيقة أنه مرض اللثة يقتل مرض اللثة يقتل للأسباب التالية أولا ملايين وبلايين المستعمرات الجرثومية التي ترتع في هذه الجيو تغير من الجهاز المناعي لجسم الإنسان فلذلك نجد أن آخر البحوث والدراسات أثبتت أن مرض اللثة يمكن أن يكون سبب لسرطان الجسم ليس سرطان الفم كل أنواع سرطان سرطان الدم وسرطان الرئى وسرطان العظم بسبب هذه التغيرات المناعية وما نسميها بالميوتوجين أو الجينات التي تؤدي لانشطار الخلية والإصابة بالسرطان السبب الثاني الذي جعلني أذكر حقيقة أن مرض اللثة يقتل أن التغيرات الهرمونية والمناعية بسبب هذه الجراثيم وسبب الجيوب تؤدي إلى زيادة لزوجة الدم عند جسم الإنسان المصاب بأمراض اللثة زيادة لزوجة الدم من أهم أسباب أمراض القلب والشرعين يعني الجلطات الدماغية والذبحات الصدرية وكل ما يتعلق بالأمراض الخطرة في القلب سببها زيادة في لزوجة الدم إذن مرض اللثة يؤدي إلى زيادة لزوجة الدم ومضاعفة الاحتمال الإصابة بالجلطات الدماغية أو السكتات القلبية فلذلك الحقيقة عندما تحدث عن أنه مرض اللثة يقتل هناك مثل ما تحدثت عن الأسباب ولكن أيضا بالنسبة للأم الحامل خلال هذا الشهر الفضيل طبعا صيام الأم المرأة الحامل من عدم صيام هذا طبعا قرار للطبيبة النسائية والتوليد هي التي تتخذها حسب الحالة الصحية وحسب وضع الجنين وفيها أشياء أخرى لكن إذا ما قررت أن تصوم الأم الحامل فيجب أنه تهتم بصحة الفم لأنه الحقيقة أيضا في دراسة أشير إلها أنه هناك ارتفاع في معدلات أمراض اللثة بالنسبة للأم الحامل خلال الشهر الفضيل هذا الخطورة أمراض اللثة ستحدث عن الحامل الآن نفس التغيرات التي يصير المناعية في الجهاز الدورة الدموية بسبب الجيوب في اللثة وبسبب مرض اللثة تؤدي إلى توسع الرحم عند الأم الحامل وهناك حقيقة نسبة 50% من الولادة المبكرة أو سقاط الجنين إذا ما كانت الأم الحامل لديها مرض اللثة فلذلك يشوف الآن جزء مهم في الغرب وفي المستشفيات المتقدمة في الحقيقة الخدمات الصحية المتقدمة في العالم أن التأكد من صحة اللثة للأم الحامل جزء مهم من متابعة الحمل فلذلك مرض اللثة ممكن أن يؤدي إلى حقيقة تفاقم السكري وعدم السيطرة على مستوى السكر بالدم وفي نفس الوقت السكري يؤدي إلى ضعف اللثة ويؤدي إلى أمراض اللثة فلذلك يدخل المريض في دائرة خبيثة لا يقدر يسيطر على مستوى السكر وكل ما يرتفع السكر في الدم كل ما تزداد عمق الجيوب اللثوية الجيوب في الفم وهذا الجيوب كل ما زيد عدد المستعمرات الجرثومية كل ما يتعرض صاحب هذه الجيوب المصاب بالمرض السكري إلى ارتفاع معدل السكر في الدم وطبعا نعرف أن مضاعفات السكري ليس فقط هي حقيقة فقدان النظر ومشاكل الكليا والتهاب العصاب في حقيقة فلذلك نجد أنه في هذا الشهر الفضيل أنا أركز على أنه نهتم باللثة نهتم بصحة اللثة وليكون جزء من الاهتمام بصحة اللثة هو أن نستعمل وسائل تنظيف ما بين الأسنان مع الأسف آخر دراسة عملناها وجدنا أنه في العالم العربي واحد بالمية فقط من العين اللي درسناها يستعملون وسائل ما بين الأسنان ما هي وسائل ما بين الأسنان؟ نتحدث عن خيط الأسنان نتحدث عن الووترجيت في زي الفرج الكهربائية واحد ممكن أنه يسلط تيار من الماء ينظف ما بين الأسنان وهناك وسائل عديدة واحد يستشير طبيب الأسنان يشوف أيهما أفضل وأنجح طريقة للتنظيف نحن مع الأسف في العالم العربي لا توجد ثقافة استعمال وسائل تنظيف ما بين الأسنان وهذا أعتقد تساهم بشكل كبير في ارتفاع معدلات أمراض اللثة يعني 90% من العرب يعانون من الأمراض اللثة رقم مخيف إذا ما عرفنا المضاعفات اللي يمكن أن تسببها أمراض اللثة أيضا في هذا الشهر الفضيل إذن دعوة أنه نستعمل وسائل التنظيف ما بين الأسنان مهمة جدا خلال هذا الشهر الفضيل لأنه حتى من الناحية زيادة الجراثيم في الفم هي زيادة في السمية والسموم والصديد فلذلك الفرشات لوحدها لا تكفي فرشات الفم لا تكفي لإزالة المستعمرات الجرثمية لا بد من استعمال ما بين الأسنان وكذلك نستعمل البسواك لأنه البسواك مطهرة للفم مرضاته للرب كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا من الحقيقة من الحقائق العلمية اللي لاحظناها خلال هذا الشهر الفضيل هو ارتفاع تقرحات الفم تقرحات الفم هي نوع من الحقيقة من يصير نوع من الفقدان في الطبقة الخارجية للغشاء المخاطي اللي يلف التجويف الفم وطبعا هناك خمسين سبب أو خمسين نوع من التقرحات اللي تصير في الفم لكن أغلبها ما نسميه احنا بالأفثس ألسر الأفثس ألسر هذا يزيد عند الناس اللي يصير عندهم نقص في بعض المواد الغذائية فنجد أنه الصائم عندما لا يتغذى بشكل صحيح يركز على الأشياء اللي هي ليس لها قيمة غذائية مثل الحلويات والمعجنات والنشويات ويبتعد عن الخضروات والفواكه والأشياء اللي فيها الفيتامينات والمعادن اللي يتحافظ على سلامة الفم وجدنا هناك ارتفاع ملحوظ في تقرحات الفم تقرحات الفم ممكن أنه تلتهب وهذا الالتهاب ممكن أن يصيب أيضا حتى الالتهابات شديدة لذلك نجد أنه الغذاء المتوازن خلال الشهر هذا الفضيل يقلل من نسبة الإصابة بالتقرحات الفم وأنا شفت بعض الحالات مع الأسف يعني التقرحات الأفثس ألسر يتكون من النوع الكبير ما نسميه بالميجر تمنع الشخص من أنه حتى الأكل وتمنعه من ممارسة طقوس التعبد والاستمتاع بهذا الشهر الفضيل أيضا الحقيقة وجود الفيتامين سي اللي موجود في أغلب الخضروات وهناك دراسة تثبت أنه أخذ لمدة شهر حبة واحدة من الزينك أو الخارصين الموجود في أغلب الصيدليات يقلل بشكل كبير من التعرض للإصابة بتقرحات الفم المؤلمة واللي ممكن أيضا بعدما تلتهب تؤدي إلى راحة الفم نجانا جميعا الله من هذه الأمراض لنستمتع بهذا الشهر الفضيل للعبادات والطاعات وشكرا رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب رمضان 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 ر